لحم الخيل الحصان يعني لحم الخيل حلال ما حرام الناس بيستغربوا لأنه الناس ما قاعد يضحوا عندنا هنا وأصلا عموما ما قاعد ينضبح لأنه يا أخواننا الخيل هي أنفع للناس في الركوب وأنفع في الحرب وكانت نوع من أنواع العدة في الجهاد ولذلك مش تهير ذبح الخيل للسبب ده لأنه هي أنفع في أشياء تانية في السفر أنفع في الحرب أنفع في الركوب ولذلك مش تهير عند الناس ذبح الخيل لكن الخيل أصلا مباحة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إباحتها والصحابة أكلوها أكلوها الصحابة وكانوا يذبحوها لكن ندرة ذبحها خلد عن كثير من الناس يفهموا إنها إنها هي حرام كويس؟ فالصحيح إنها هي حلال لا أبدا الخنزير براو الخنزير براو والخيل براو الخيل ما من الخنزير وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان